مَا هُمْ بِأُمَّةِ أَحْمَدٍ لَا وَالَّذِي قَطَرَ السَّمَاءِ مَا هُمْ بِأُمَّةِ خَيْرِ حَلْفٍ إِلَّهِ بَادَأً وَانْتِهَا مَا هُمْ بِأُمَّةِ سَيِّدِي حَاشَى فَلَيْسُ الْأَكْفِيَا لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البرى شيع وأحزاب تضل فلأتلا فولا لقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثور حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أيام خرج علينا أحد الأشخاص ليطعن في أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت بعمل بحث مكتوب على موقع مكافح الشبهات وعلى مدونة مكافح الشبهات ثم قلت بما أن هذا البحث كاف وأن بعض الإخوة الأفاضل قد قاموا بالرد عليه بالفعل فلا حاجة إلى الرد عليه لكن نصحني بعض الإخوة أن أقوم بالرد عليه بحلقة تنسيه وساوس الشيطان فبإذن الله سبحانه وتعالى سنعرض ما يقول شيئا فشيئا ثم نرد عليه بحول الله سبحانه وتعالى يقول هذا الشخص لكن المنتقدين بحثوا في الدفائل الإسلامية وخرجوا بهذه الخلاصة أبو هريرة كان يدوس الحديث عن النبي كما سمعنا مع حضراتكم يقول إن المنتقدين لأبي هريرة خرجوا بنتيجة بعد بحث في حال أبي هريرة وهي أن أبا هريرة كان يدس الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب صريح الصحابة الذين هم أعلموا منا بأبي هريرة رضي الله عنه لأنهم عاصروه وعايشوه وعاينوه وسمعوا منه وسمع منهم الصحابة أنفسهم شاهدوا له بصحة ما يقول وما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان الصحابة الذين هم أعلموا بأبي هريرة منا شهدوا له بالثقة والمزدقية والأمانة فيما ينقله فهل لأحد الأغيلمة في زمانيننا الآن أن يطعن في أبي هريرة سأنقل شيئا من شهادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف كيف كان الصحابة يرون أبا هريرة رضي الله عنهم فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه هذه شهادة تكتب بماء الذهب أما طلحة بن عبيد الله فقد سأله رجل وقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليمانية يعني أبا هريرة أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن أهل بيوتات وغنى وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فهذه شهادة عزيزة من رجل مبشر بالجنة يخبرنا لماذا كان أبو هريرة أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وأكثر حديثا منهم طلح بن عبيد الله يخبرنا بهذا السبب فلماذا يطعن هذا الغلام في أبي هريرة رضي الله عنه أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كان أبو هريرة يجلس إلى حجرتها ويحدث ويسمعها بل يتعمد أن يسمعها ما يقول ثم يقول يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا فلما قضت صلاتها لم تنكر ما رواه لكن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم فهذه شهادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن أبو هريرة لم يقل شيئا منكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف زعم هذا الغلام بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذبت أبو هريرة؟ الله أعلم أما أبو أيوب الأنصري رضي الله عنه فكان يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعن أشعث ابن سليم عن أبيه قال أتيت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنت صاحب رسول الله يعني أنت صحبي تحدث عن صحابي مثلك فقال إنه أي أبو هريرة قد سمع وأن أحدث عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أبو هريرة بحديث فنقلوه لابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة على نفسه فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال فما ذنبي إن كنت قد حفظت ونسوا وأما زيد بن ثابت كاتب الوحي فكان يرسل من يسأله في الدين إلى أبي هريرة رضي الله عنه فعن محمد بن قيس بن مخرمة أن رجلا أتى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال عليك بأبي هريرة فإني بينما أنا وهو وفلان في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو ونذكر ربنا فجلس إلينا فسكتنا فقال الرسول عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن يعني يقول آمين ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الغلام الدوسي بل إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يبدأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يذكر أهل مجلسه بعقوبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبدأ المجلس بحديثه عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم يتساءل هذا الشخص ويقول فمن يكون أبو هريرة الحقيقة الصادمة لا نعرف من يكون ولا أحد يعني فهل نحن فعلا لا نعرف أبا هريرة الكل يعرف أبا هريرة حق المعرفة الصحابة يعرفونه والتابعون على السواء لكن المختلف فيه هو اسمه فقط وأغلب الناس لم يكونوا يعرفون اسمه لأنه لم يكن ينادى به بين الناس وإنما كان يعرف ينادى بأبي هريرة مثال فرعون هذا لقب عن شخص كان يحكم مصر في فترة من الزمان يعني فرعون ليس اسما لهذا الشخص وإنما هو لقب والمؤرخون مختلفون حول اسم هذا الشخص فهل ننفي وجود فرعون لأننا لا نعرف اسمه أو نشكك في شخصيته ما هو الضير أن يكون اسم أبي هريرة الحقيقي غير معروف أبو هريرة مشهور بين الصحابة والتابعين وكل علماء الأمة الإسلامية بهذا الاسم أو بهذه الكنية فهل هذا يطعن في شخصه؟ كيف نجعل الخلافة في اسم أبي هريرة خلافا في شخصه؟ يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر وقد غلبت عليه كنيته فهو كمن لسم له غيرها ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقد اشتهر بكنيته حتى غلبت على اسمه فكاد ينسى سؤال من من المسلمين يعرف من هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب التكريتي؟ أكثر من 99% وتسعة من عشر من المسلمين وغير المسلمين لا يعرفون هذا الاسم لكن حينما نقول صلاح الدين الأيوبي فلا شك أن الجميع يعرفه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لأن صلاح الدين كان مشهورا عند جميع الناس بهذا اللقب فهل إذا نسي الناس اسم صلاح الدين الحقيقي يجعلنا هذا نشكك في شخصه أو في وجوده؟ وهل إذا اختلف الناس في اسمه يجعلنا هذا نشكك في شخصه؟ طيب ما رأي صاحب هذا المقطع أن لدينا رواية صحيحة تحدد اسم أبي هريرة صريحا على لسان أبي هريرة يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله نقلا عن ابن خزيمة وقال محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان اسمي عبد شمس اسمه في الجاهلية كان عبد شمس ثم قال ابن حجر الرواية التي ساقها ابن خزيمة أصح ما ورد في ذلك ولا ينبغي أن يعدل عنها لأنه روا ذلك عن الفضل ابن موسى السناني عن محمد ابن عمر وهذا إسناد صحيح متصل وبقية الأقوال إما ضعيفة السند وإما منقطعة المشكلة أن هذا الغلام وأمثاله يعتمدون على عدم معرفة الآخرين بما يقولون ولكن أنا وأمثال لكم بالمرصاد إن شاء الله ثانيا يقول المتكلم أورد الحافظ شمس الدين الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء أن أبا هريرة كان يدلس والذهبي أورد هذه الرواية ليبين معنى التدليس المقصود في هذه الرواية وهذا كلام شعبة ابن الحجاج رحمه الله قال قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول كان أبو هريرة يدلس تحتها مباشرة قال الذهبي تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدون إذن فالتدليس المقصود ليس هو التدليس بمعناه المشهور الآن في زماننا وإنما معناه أن أبا هريرة حينما يروي حديثا نبويا مثلا سمعه من أبي بكر الصديق فإنه لا يقول عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان يختصر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن أبا هريرة يعرف يقينا أن أبا بكر الصديق ثقة صادق أمين وكذلك غيره من الصحابة ويستحيل أن يكذب الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما هي المشكلة أن يسقط أبو هريرة الصحابية الذي سمع الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويها مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذهبي قال إن هذا تدلس كثير في الصحابة يعني كثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك وعليه فأبو هريرة لم ينقل لنا ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وإنما نقل عن صحابة أكبر منه يقول هذا المتكلم ويلقي أحاديث غريبة بالمئات وهذا كذب صريح مع إن في نفس الصفحة أورد الذهبي عن ابن عمر أنه سئل عن أحاديث أبي هريرة هل ينكر منها شيئا؟ فقال لا وهذه الصفحة خصوصا من كتاب سير أعلام النبلاء كان الذهبي يورد الشبهات التي أثيرت حول أبي هريرة ويفندها ويرد عليها ويجيب عنها ويبين بطلانها بمنتهى الإنصاف والحيادية لكن هذا المتكلم أخذ تلك الشبهات من كتاب الذهبي دون أن يخبر مشاهديه أن الذهبي رحمه الله رد عليها ونسفها نسفا وذلك لأن هذا المتكلم يعتمد على أن مشاهديه لن يبحثوا خلفه عن تدليسه وكذبه على سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فهذا المتكلم استخدم كلمة تدليس التي قالها شعب عن أبي هريرة ليفهمها بفهمه استقيم المريض مع أن المعنى المعروف عند العلماء لكلمة تدليس بحسب علم مصطلع الحديث ليس هو نفس المعنى المشهور اليوم لهذه الكلمة فالكلمة اليوم تعني الخداع وإلباس الحق ثوب الباطل فهل هذا المعنى الذي فهمه هذا السقيم المريض صدر بالفعل من أبي هريرة رضي الله عنه ثم تحدث هذا المسكين عن أمية أبي هريرة وكأن أمية أبي هريرة تعيبه بينما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب الكل يعلم أن أغلب الصحابة رضي الله عنهم كانوا أميين وكانوا يحفظون القرآن والحديث حفظا دون قراءة أو كتابة فهل إذا فعل أبو هريرة ذلك يكون مخطئا؟ على الأقل أبو هريرة لم يتحجج بأميته على ترك تعلم الحديث النبوي وعدم حفظه وإنما كان يسعى دوما لتحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ونشرها بين الناس ثم ذكر هذا المتكلم مسألة الاعتراض على حديث أبي هريرة لأن أبو هريرة أصبح بأحاديثه أكثر تأثيرا من زحابة التخقوا بالنبي طلة حياتهم فأبو هريرة روى عن الرسول أكثر مما روت عنه زوجاته وأصحابه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسأطرح مثالا للجواب عن هذه المسألة رجل حصل على درجة الدكتوراه في الجراحة واشتغل بالجراحة لمدة سنتين فقط وفي هاتين السنتين اشتغل هذا الشخص بأعمال أخرى كانت تشغل وقته عن الجراحة حتى مات ورجل آخر حصل على نفس الدرجة الدكتوراه في الجراحة ثم اشتغل بها حتى مات لمدة ثمانية وأربعين عاما فمن منهما سيكون له النصيب الأكبر من عدد العمليات الجراحية أليس الذي اشتغل بالجراحة لمدة ثمانية وأربعين عاما حتى مات ولم يشتغل بغيرها كلنا نعلم أن أبا بكر الصديق هو أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولكن أبا بكر تولى الخلافة مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لديه وقت ليجلس فيحدث الناس ويعلمهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة ثم إن أبا بكر مات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر يعني مات سنة 13 هجرية أما أبو هريرة فعاش إلى سنة 59 هجرية مع اشتغال أبا بكر بالأمور السياسية والخلافة والحكم وتفرغ أبي هريرة للحديث وتعليم الناس أمور دينهم ونفس حال أبي بكر أو قريب منه حال عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع فأبو هريرة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتغل بتعليم المسلمين للحديث والسنة النبوية ولم يسافر إلا سنة واحدة حينما استعمله الخليفة عمر بن الخطاب على بلاد البحرين فطبيعي جدا أن يكون أبو هريرة أكثر حديثا من أبي بكر الصديق ومن عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وهناك صحابة آخرون لهم عدد أحاديث أكثر من الخلفاء الأربعة مثل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم لأن هؤلاء لم يشغلهم شيء عن تعليم الناس أمور دينهم إلا قليلا قليلا وعلى سبيل المثال ستجد عمر بن الخطاب أكثر حديثا من أبي بكر الصديق وستجد عثمان بن عفان أكثر حديثا من الاثنين وستجد علي بن أبي طالب أكثر حديثا من الخلفاء الثلاثة وهكذا مرة أخرى أعيد وأكرر مشكلة الجهلة المتسلقين على السنة النبوية خصوصا وعلى حصون الإسلام العظيم عموما أنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام العظيم وليس لديهم تصور صحيح عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن حياة أصحابه رضي الله عنهم المضحك في هذا الأمر أن أبا هريرة نفسه قد أجاب عن هذه المسائل وهذه الشبهات في حياته لأن بعض الناس تساءل نفس هذه الأسئلة في حياة أبي هريرة نفسه لكن خصوم الإسلام يعتمدون على أن أغلب المسلمين لا يعرفون عن دينهم إلا أقل القليل ثم أقول من المعلوم أن أبا بكر الصديق أسلم قبل عمر فينبغي بحسب كلام هذا الشخص الذي نرد عليه أن يكون أبو بكر أكثر حديثا من عمر بن الخطاب لكن الواقع بخلاف هذا فعمر أكثر حديثا من أبي بكر لأنه عاش حتى سنة 23 من الهجرة فهل نقارن عدد أحاديث عمر بن الخطاب بعدد أحاديث أبي هريرة الذي عاش حتى سنة 59 من الهجرة ويقول المتكلم في هذا الفيديو يتساءل المنتقدون من أين أتت كل هذه الأحاديث بينما لم يكن النبي مكثارا ولا مهدارا بحسب عبد الله بن مسعود كأن هذا المتكلم لا يعلم أن هؤلاء المنتقدين كانوا جهل وكذابين وأن الرد عليهم تم في زمانهم وتم إفحامهم وإذبات جهلهم وكذبهم وهم أحياء وأنهم عجزوا عن الرد على من رد عليهم وأظهر جهلهم وكذبهم فكل شبهات المتكلم في الفيديو مأخذ من كتابين وهما كتاب أضواء على السنة المحمدية وكتاب شيخ المضيرة وكلاهما من تأليف الكذاب الهالك محمود أبي رية لا رحمه الله ونقل عنهما المرتزق والضح صائب كثيرا من أكاذيبه وهذين الكتابان تم الرد عليهم كما قلنا بعدة كتب أذكر منهم للمشاهد الكريم كتاب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني وهو كتاب الأضواء الكاشفة وكتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي عليهما رحمة الله لكن نحن ليس لدينا مشكلة أن نرد ونبين هذه الأكاذيب مرة أخرى لأن الأمر كما قلت سابقا كثير من المسلمين لا يعرفون عن أبي هريرة إلا أقل القليل فحينما يسمعون مثل هذه الافتراءات عليه يأتون ليسألوا ويبحثوا فيجدوا هذه الردود الموجودة بفضل الله سبحانه وتعالى فالأمر حقا كما قال الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي لو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي فلو لم تكن النار قد اشتعلت في الأشجار طيبة الرائحة ما كان الناس حينئذ سيعرفون أن هذه الأشجار طيبة الرائحة ثم إن مقدم الفيديو اضطر للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبد الله بن مسعود فروا كذبا وزورا عن ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكثارا ولا مهذارا وهذا الكلام لم أجده في أي كتاب على الإطلاق بينما لم يكن النبي مكثارا ولا مهذارا بحسب عبد الله بن مسعود يعني تخيل معي الشخص الذي يريد أن يخدع مشاهديه ويوهمهم بأن أبا هريرة كان يدس الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقوم بدس الحديث على رسول الله في نفس المقطع وقد حق للحياة أن ينتحر ولحمرض الخجل أن تتوارى في زمن يتحدث فيها أنثار هؤلاء الكذابين ثالثا أبو هريرة لم يصاحب الرسول كثيرا فقد أجرى الباحث السوري والضحصائب صاحب كتاب قتل الإسلام وتقديس الجنات أجرى عملية حسابية فوجد أن أبا هريرة بقي في المدينة خلال حياة الرسول عاما ونصف العام فقط يقول كيف أتيح له أن يسمع ويحفظ آلاف الأحاديث عن النبي بلغ ما دون منها خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا وهو رقم يستلزم مصاحبة لصيقة للنبي لسنوات طويلة قبل أن يعاقب صحابة اللازم النبي ثلاثة وعشرين عاما لم يروع عنه إلا بضعة أحاديث وهذا العدد غير صحيح والصحيح أقل من هذا وهو بالمكرر وفيه الصحيح والضعيف العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول عن أبي هريرة روى له الإمام أحمد في هذا المسند ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين حديثا وفيها مكرر كثير باللفظ والمعنى كعادة المسند في تكرار الحديث ويصف له منها بعد حذف المكرر خير كثير هو أكثر الصحابة رواية على كل حال فالعدد الذي ذكره المتكلم لأحاديث أبي هريرة يحتوي الصحيح والضعيف ويحتوي الأساند المكررة لأن كل سند يسمى حديثا عند العلماء كما ذكرناه سابقا كما أن عدد الأحاديث التي تفرد بها أبو هريرة عن غيره من الصحابة تزيد عن مئة بقليل كما أن عدد هذه الأحاديث بالمكررات وبدون المكرر لا تتجاوز ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين حديثا وهذا العدد يحتوي الصحيح والضعيف والضعيف لا يصح سنده إلى أبي هريرة فلا نستطيع أن نحسبه عليه وقد وافقه وتابعه من الصحابة على حوالي ألف متين خمسة وستين حديث وهذا يعني أن أبا هريرة انفرض فقط بمئة وعشرة حديث عن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي الغربة في ذلك؟ ثم لو افترضنا أن أبا هريرة روى خمسة آلاف حديث بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما هي المشكلة؟ ألم يكن أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه في حضر ولا سفر كما قال ابن عمر كنت ألزمنا لرسول الله وأعلمنا بحديثه فلو أن طالبا يذهب إلى مدرسته خمسة مرات في الإسبوع فما هو حجم المعلومات الذي سيحصله؟ لو فرضنا أنه كان يحفظ ويدون كل يوم عشر معلومات فقط فسيحصل في الإسبوع خمسين معلومة ويحصل في الشهر مائتي معلومة ويحصل في السنة ألفين وأربعمائة معلومة هذا يعني أن مدة ملازمة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وصلت لأربع سنوات وتحصيله لهذا العدد من الأحاديث طبيعي جدا عند العقلاء لكن أعداء الإسلام يعطلون عقلهم متعمدين وتصنعون الغباء لنفي الحقائق الواضحة والثوابت الراسخة ثم إن وضح صائب كذاب وناقل عنه الكلام كذاب فقد ادعى هذان الكذابان أن أبا هريرة لم يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة ونصف فقط أبو هريرة لم يصاحب الرسول كثيرا فقد أجرى الباحث السوري والضح صائب أجرى عملية حسابية فوجد أن أبا هريرة بقي في المدينة خلال حياة الرسول عاما ونصف العام فقط وسأدلل على كذبهما بما قاله أحد التابعين جاء في مسند الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين وهذا يؤكد أن التابعين الذين رأوا أبا هريرة قالوا إنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات فهل وضاح والمتكلم في الفيديو أصدق أم الشخص الذي رأى أبا هريرة بعينه وعاصره وعاينه وحكى عنه وقد قيل قد ضل من كانت العميان تهديه رابعا زعم مقدم المقطع أن عمر بن الخطابي قال لأبي هريرة وحسب الذهبي فعمر بن الخطاب قال لأبي هريرة لا تتركن الحديث عن رسول الله أو لا ألحقنك بأرض القردة وهذه الكلمة لم يقلها عمر بن الخطابي لأبي هريرة رضي الله عنه وإنما قالها لكعب ولكن جاء في سير إعلام النبلاء أن عمر قال لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا ألحقنك بأرض دوس وتحت الرواية مباشرة قال الذهبي إن هذا هو مذهب عمر بن الخطاب يقول الحافظ الذهبي رحمه الله هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر عمر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث وهذا مذهب لعمر ولغيره لكن هذا الشخص الأمين المحترم مقدم الفيديو لم يذكر لمشاهديه هذه الحقيقة فأظهر الأمر وكأن عمر يخاف من أحاديث أبي هريرة أن تكون متسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من الحديث إذن وبموجب كلام الذهبي فعمر لم يمنع أبا هريرة من الرواية طعنا في شخص أبي هريرة أو تشكيكا في صدقه وعدالته ونزاهته وإنما كان عمر يرى أن الإسلام لا يزال جديدا بين الناس ويرى أن نشر القرآن في تلك المرحلة أولى بالاهتمام من نشر الحديث النبوي ويؤيد ذلك ما رواه الإمام ابن سعد عن قرضة ابن كعب الأنصري قال أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل مرتين وقال تدرون لما شيعتكم قالوا نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا وأنا شريككم فهؤلاء الصحابة أمرهم عمر بنفس الأمر فالأمر بالفعل مذهب لعمر رضي الله عنه في هذه المسألة كما قال الذهبي ولم يكن المنع خاصا بأبي هريرة وحده والذهبي في كتابه تذكرة حفاظ يقول وقد كان عمر من وجله أن يخطئ الصاحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم ولألا يتشغل الناس بالأحاديث عن حفظ القرآن فطالما أن الذهبية قد بيّن معنى الرواية ووضح مقصود عمر بن الخطاب في نفس الصفحة فلماذا لم ينقل هذا المتكلم هذا الكلام لمشاهدين هل يسعى هذا الشخص لتشويه صورة أبي هريرة بالكذب والباطل والافترأ والبهتان ولكن بعد ذلك سمح أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه للصحابة بالتحديث مرة أخرى لأنه رأى أن الأمور قد استقرت وصار حملة القرآن وحفظته بالآلاف وطالما أن المتكلم يستدل بالذهبي فلماذا لم ينقل لنا كلام الذهبي عن أبي هريرة يقول الذهبي رحمه الله عن أبي هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات وقال عنه أيضا كان حافظا متثبتا ذكيا مفتيا صاحب صيام وقيام خامسا يقول هذا الكذوب عن أبي هريرة خامسا تجرب الحديث لصالح معاوية ولقب بشيخ المضيرة فبعد مقتل عمر وعثمان وعلي انتقل الحكم إلى معاوية وفي قصر الخليفة الجديد بالشام ظهر أبو هريرة من جديد يلقي الأحادي يقول الذهبي كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلف وذكر الزمخشري في كتابه ربيع الأمران كان أبو هريرة يحب أكلة تسمى المضيرة فيأكلها مع معاوية وإذا حضرت الصلاة صلى خلف علي فإذا قيل له في ذلك قال مضيرة معاوية أجزم وصلاة خلف علي أفضل سأبدأ الرد على ما قاله من آخر نقطة حتى يضحك المشاهد على هذا الشخص أولا أين كان يعيش علي بن أبي طالب وأين كان يعيش معاوية رضي الله عنهما أليس علي كان في الكوفة في العراق بينما كان معاوية يعيش في الشام فكيف كان أبو هريرة يتنقل بين الشام والعراق في نفس اليوم هل هذا الكلام يصدقه عاقل أم أن هذا المتكلم يعتقد أن أبا هريرة كان يمتلك طائرة F-16 أم كانت لديه القدرة على اختلاق الحجز الزمكاني هل عرض هذا المتكلم هذه التخريف على عقله قبل أن يتفوه بها المضحك أكثر من هذا أن أبا هريرة لم يكن يعيش لا في الكوفة ولا في الشام وإنما كان يعيش في المدينة المنورة على صاحبها أطيب الصلوات وأزجى التسليمات يقول الإمام أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله استعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته ثم إن أبا هريرة توفي سنة 59 من الهجرة كما قلنا والزمخشري الذي ينقل منه هذا الكذوب مولود سنة ربعمائة وسبعة وستين من الهجرة يعني بين ولادة الزمخشري ووفاة أبي هريرة ربعمائة وتمانية سنة فكيف علم الزمخشري بهذه القصة والزمخشري لم يذكر سندا لهذه القصة أصلا فكيف اعتمد المتحدث على رواية باطلة كهذه هذه من أوضح الكذبات التي افتراها هذا الكذوب على أبي هريرة رضي الله عنها ثم هل كان أبو هريرة يتاجر بحديثي لصالح معاوية سأحكي بعض المواقف لأبي هريرة رضي الله عنه مع بني أمية عموما لنعرف شخصية أبي هريرة مع الحكام في صحيح مسلم أن أبا هريرة دخل على مروان بن الحكام فرأى عنده تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يعني حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره يعني أبو هريرة لم ينافق مروان بن الحكام وهو حاكم المدينة آنذاك أو تملقه وأما قول الله عز وجل ومن أظلم معناه أن هذا الشخص هو أظلم الناس وأشدهم ظلما وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هلال القرشي قال سمعت أبا هريرة يقول لمروان وأبطأ بالجمعة يعني مروان تأخر عن صلاة الجمعة فقال له أبو هريرة تظل عند بنت فلان تروحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد وأبناء المهاجرين يسلقون من الحر لقد هممت أن أفعل وأفعل ثم قال اسمعوا لأميركم أي اسمعوا الخطبة فلماذا لم ينافق أبو هريرة مروان بن الحكام أو يتملقه ولماذا وبخه توبيخا شديدا على تأخره عن صلاة الجمعة وبما أن المتكلم لا يفرق بين الروايات الصحيحة أو الضعيفة فلماذا لم تقع عينه على هذه الرواية مع أنها موجودة في نفس الكتاب الذي كان ينقل منه هذا الكذوب عن الوليد بن رباح قال سمعت أبا هريرة يقول لمروان حينما أرادوا دفن الحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المقام النبوي الشريف والله ما أنت وال وإن الوالي لغيرك فدعه أي دع الحسن ولكنك تدخل فيما لا يعنيك وإنما تريد بها إرضاء من هو غائب عنك يعني معاوية يعني أبو هريرة يقول لمروان لماذا تتدقل في مسألة دفن الحسن ابن علي أنت تريد إرضاء سيدك معاوية وهو غائب عنك مع أن الرواية لا تصح فكيف يقال إن أبا هريرة كان يتاجر بالحديث لصالح معاوية ثم ادعى هذا الكذوب أن أبا هريرة امتنى عن الحديث حتى أعطاه معاوية المال فعاد يتكلم وهذا ليس معنى الرواية على الإطلاق بل المراد أن أبا هريرة كان قويا في طلب حقه من الحكام فإذا أعطوه حقه سكت وإذا منعوا عنه حقه تكلم فيهم حتى يأخذ حقه منهم لأنه كان يتصدق بهذا المال ولذلك ذكر الذهبي هذا القول في سياق الحديث عن زهد أبي هريرة في الدنيا وتصدقه على الفقراء والمساكين واستعداده للقاء الله سبحانه وتعالى ويؤيد ما ذكرته ما قاله الحافظ ابن كثير قال بعث مروان إلى أبي هريرة بمات دينار فلما كان الغد بعث إليه مروان إني غلطت ولم أردك بها وإني إنما أردت غيرك فقال أبو هريرة قد أخرجتها فإذا خرج عطائي يعني حقي من بيت المال فخذها منه وكان تصدق بها وإنما أرد مروان اختباره وإن كان المقصود من الرواية أن أبا هريرة يأخذ المال ليخترع الأحاديث لصالح معاوية فهل كان الذهبي سيقول عنه في نفس الكتاب وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ ما علمنا أنه أخطأ في حديث ثم إذا كان أبو هريرة يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتخيل سقام العقل والبدن فلماذا لم يتكلم فيه العلماء كما تكلموا في الكذابين والوضاعين من قبل ومن بعد ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء لم يقرأوا سعدا سادسا زعم هذا الكذوب أن أبا هريرة خان أمانة المسلمين وضربه عمر حتى أدماه سادسا خان أمانة المسلمين وضربه عمر حتى أدماه يروي بن سعد في كتابه طبقات الكبرى والبلاثوري في فتوح البلدان أن عمر عنف أبا هريرة عندما ولاه إمارة البحرين لأنه صرق أمانة في بيت مال المسلمين وضربه بالدرة حتى أدماه وأكد رواية بن كثير والرد على هذه الفرية من عدة أوجه أولا المتكلم في هذه المرة لم يأتي بالرواية من كتاب سيري أعلام النبلاء وإنما أتى بها من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وكتاب فتوح البلدان للبلاثوري مع أنه منذ أول الحلقة وهو يستدل بكتاب الذهبي فلماذا فعل ذلك؟ لأن كتاب الطبقات وكتاب فتوح البلدان ذكر هذه الرواية ناقصة وأما الذهبي رحمه الله في سيري أعلام النبلاء فذكرها كاملة وفيها الجزء الخاص ببراءة أبي هريرة من هذا الاتهام وسأقرأ لكم الرواية من كتاب سيري أعلام النبلاء للذهبي قال الذهبي معمر عن أيوب عن محمد بن سيرينة أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه فقال أبو هريرة لست بعدو الله وعدو كتابه ولكني عدو من عاداهما قال فمن أين هي لك؟ قال أبو هريرة قلت خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت فنظروا فوجدوا كما قال فنظروا فوجدوا كما قال فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه فأبى فقال تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منك يوسف عليه السلام فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى ثلاثا واثنتين فقال فهل قلت خمسا؟ قال أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم وأن يضرب ظهري وينتزع مالي ويجتمع رضي فإذا كانت رواية الذهبي تحمل براءة أبي هريرة من هذا الاتهام فلماذا أخفها هذا المتكلم الأمين؟ أليس قوله فنظروا فوجدوا كما قال دليلا على صدق أبي هريرة وبراءته من هذا الاتهام؟ فلماذا أخفيتها أيها الكذوب عن مشاهديك؟ الوجه الثاني إذا كان أبو هريرة قد خان بالفعل أمانة المسلمين فلماذا يدعوه عمر بن الخطاب للولاية مرة أخرى؟ الوجه الثالث الذي نقل لنا هذه الرواية وحدث بها بحسب كتاب الطبقات الكبرى هو أبو هريرة بنفسه فلو كان فيها إدانة له فلماذا كان سيرويها ويحكيها لمحمد بن سيرين؟ الوجه الرابع كيف خفي حال أبي هريرة إذا كان سارقا وخائنا للأمانة على الأمة الإسلامية منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا؟ ولم ينتبه لذلك إلا سفهاء ومعاته زماننا؟ الوجه الخامس منذ متى وأبو هريرة يصرق ويخون الأمانات؟ وهذه إسيرته معروفة ومعلومة لجميع الناس سواء لمن عاصره من الصحابة والتابعين أو من جاء بعده حتى يومنا هذا الوجه السادس المتكلم قال إن ابن كثير أكد الرواية وأكد رواية ابن كثير وابن كثير نقل الرواية كاملة وفيها النص على براءة أبي هريرة من السرقة كما هو واضح أمام حضرتكم فهل المتكلم لم يقرأ الرواية عند ابن كثير أم قرأها وعلم براءة أبي هريرة ومع ذلك أخفى ذلك عن مشاهديه؟ لا توجد رواية واحدة صحيحة في ضرب عمر بن الخطاب لأبي هريرة إلا رواية واحدة في صحيح مسلم وكانت هذه الواقعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو واضح أمام حضرتكم وكان عمر مخطئا في حق أبي هريرة وهذه الرواية ليس فيها استعمال عمر رضي الله عنه للدرة ولم يكن عمر وقتئذ أميرا للمؤمنين وكل رواية سوى ذلك في ضرب عمر لأبي هريرة لا تصح على الإطلاق والرواية التي يقصدها هذا الكذوب جاءت في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وهذا الكتاب يقول مؤلفه في المقدمة إنه لم يذكر أخبارا صحيحة وإنما ذكر الروايات التي كان يسمعها لمجرد السمر والمتعة والتسلية فقط وحتى هذه الرواية التي ذكرها المتكلم من كتاب الطبقات الكبرى وفتوح البلدان ليس فيها أن عمر ضرب أبا هريرة ولا أدماه الخلاصة أن المتكلم كان يمارس الكذب بشكل مفضوح ثم نقل هذا المتكلم كلاما للكذاب وضح صائب بأن روايات ضرب أبي هريرة مجمع عليها ويعلق وضح صائب على الواقعة قائلا هذه الروايات المجمع عليها فأين هذا الإجماع المزعوم؟ سابعا يقول هذا الكذوب؟ سابعا كذبته عائشة زوجة النبي ففي رواية نقلها البخاري عن عائشة أنها خضبت أبا هريرة قائلا إنك تحدث عن رسول الله بأحادث ما سمعتها منه فرد صاخرا إنه كان يشغلك عن رسول الله المرأة والمكحلة فأجابته عائشة إنما أنت الذي شغلك عن رسول الله بطنك وألهاك نهمك عنه حتى كنت تعد وراء الناس في الضرقات تلتمس منهم أن يطعمك من جوعك فينفرون منك ويهربون وهذا كذب صريح لا يصدقه إلا معتوه فالرواية التي قال المتكلم إنها في صائح البخاري ليس فيها هذا الجزء الذي زعمه هذا الكذب على الإطلاق وهذه هي الرواية أمام حضراتكم من صائح البخاري عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم وقال أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون فأين كلام أم المؤمنين عائشة الذي زعمه هذا الكذوب بل في الرواية الأخرى خارج البخاري أن أم المؤمنين أذعنت وسلمت لأبي هريرة وهذه هي الرواية أيضا من كتاب سيري أعلام النبلاء عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال دخل أبو هريرة على عائشة فقالت له أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله قال إي والله يا أماه ما كانت تشغلني عنه المرآة ولا المكحلة ولا الدهن فقالت أم المؤمنين لعله فالرواية تقول إنها أذعنت لما قاله أبو هريرة وسلمت له ولم ترد عليه كما زعم هذا المفتر الكذاب أما الزيادة التي زعمها هذا الكذوب فقد نقلها عن الكذاب والضاح صائب كالأعمى فوقع في شر أعماله وهذه الرواية ليس لها وجود إلا في ذهن هذا الكذوب فلن تجد في كتب المسلمين شيئا من هذا على الإطلاق وهي من اختراع هذا الكذاب المسمى بوضح صائب وهذا هو حال أعداء الإسلام وأعداء السنة النبوية الشريفة ليس لديهم إلا الكذب والتدليس والغش وتحريف الوقائع وتمس الحقائق ثم يتهموننا بما نحن براء منه وبما هو لسيق بهم ولا ينفك عنهم إلى يوم القيامة ثم إن أبا هريرة كان يجلس إلى جوار حجرة أم المؤمن عائشة رضي الله عنها ويتعمد أن يسمعها هذه الأحاديث التي يقولها ثم يسألها هل تنكرين شيئا مما أقول فكانت لا تنكر شيئا مما يقول فكيف يتعمد هؤلاء المجرمون تحريف شهادة أم المؤمنين عائشة ويكذبون عليها بهذه الوقاحة ثم من الذي قال إن جواب أبي هريرة على أم المؤمنين كان ساخرا فرد ساخرا هل لدى هذا الكذوب دليل على أن أبا هريرة أجابها بهذا الجواب على سبيل السخرية أم أن هذا الكذوب كان حاضرا هذا الموقف حينئذ ورأى تعبيرات وجه أبي هريرة هل هذا حقا هو مستوى الحاقدين والطاعنين في الإسلام العظيم إذا كان أعداؤنا بهذا المستوى فلا خوف أبدا على المسلمين فيكفي مقطع واحد لبيان كذب أحدهم حتى يسقط من عيون محبيه ومشاهديه ومتابعيه قبل أن يسقط من عيون أبنائنا وبناتنا وهذه كلمة أخيرة أقولها لمن يصدقون هذا الكذوب وأمثاله إذا كنتم تتبعون في أفكاركم وتقبلون لعقولكم أن يكون هذا الشخص وأمثاله مصدرا عندكم للمعرفة فالعيب فيكم أنتم ليس في هؤلاء فإذا كان الغراب دليل قوم فعيب القوم لا عيب الغراب هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة